تتوسع حرب البلدان المستهلكة للطاقة ضد المصادر الأحفورية وتتصاعد معها حمى معركة الانتقال الطاقوي ليشكل الوقود الأخضر قاطرة السباق العالمي المحموم نحو تطوير مصادر مرحلة الانتقال من الطاقات الأحفورية إلى البدائل الصديقة للبيئة سباق سرعت الصين لقيادته بضخ ثاني أكبر اقتصاد في العالم نحو نصف تريليون دولار لتطوير الوقود الأخضر في مشروع عملاق يشمل نحو عشرين مقاطعة وأربعين مدينة صينية أكبر مصدر للغاز في العالم لم يتخلف عن الركب بكشف روسيا عن طموحاتها لإنتاج 12 مليون طن من الهيدروجين أفاق 2035 بما يمكنها للاستحواذ على 20% من سوق الوقود الأخضر في غضون السنوات التسعة المقبلة وعلى ذاك النحو تتجه السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم لضخ أزيد من مئة مليار دولار لإنتاج الوقود النظيف كما كشفت أستراليا عن مشروع عملاق باستثمار أولي يعادل 15 مليار دولار لإنتاج نحو نصف مليون طن سنويا من الوقود الأخضر مساع لقيادة التحول الطاقوي لكبار المنتجين سبقته العديد من الدول الأوروبية بالإعلان عن خطط ضخمة لتوسيع استعمال الوقود الأخضر على غرار إسبانيا التي كشفت عن خطة لاستثمار أكثر من 18 مليار دولار في مجال تعويل عليه مادريد لاستحداث أكثر من 40 مليون وظيفة تسابق عالمي لم تكن البلدان الإفريقية في منء عنه بإعلان الجزائري عن خطة طموحة لإنتاج كميات وصفها وزير الطاقة الجزائري بالهائلة من الوقود الأخضر مثل ما اتخذت موريطانيا خطوة استباقية في هذا الاتجاه بالكشف عن مشروع نموذجي يمكن هذا البلد الفقير طاقويا من تصدير 10 ميجاوات من الهايدروجين ترجمة نانسي قنقر